طب في خمسة تقريبا أو أكتر من العظماء قصروا على حضرتك علي ابن أبي طالب عباس العقاد طه حسين زاكي نجيب محمود إحسان عبد القدوس خليل جبران إيه اللي حضرتك تشبع وجدانك بكل حد من دون وخالد محمد خالد وخالد محمد خالد كاتب الإسلام الكبير طب كل واحد إيه إيه نبتدي بعلي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب أولا الناس ما تعرفوش أنه كان الأكثر علما وخبرة في هذا الوقت ابن العالم وكان عنده 30 سنة يعني هو كان الناس ما تعرفش يعني هو ما تعرفش يعني بتظنه طب إزاي يخذ هذه الثقافة والعلم وكان فيلسوفا وهو لم يتعلم سوى القرآن يعني مثلا وهو في الجامع يسأله وصف لنا ربنا فيرد يقول إيه لا استطيع وصفه لإني لو وصفته فقد حددته وإذا حددته فله آخر وهو واحد أنا لا استطيع أن أصفه بما فيه لكني استطيع أصف ما ليس فيه ربنا أشمل وأعام من عقلنا البشري ده 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 علي ده علي وهو اللي قال بقى حكمة أنا بستخدمها لحد الوقت يرتفع الناس لمستوى ظن الآخرين بهم يا أهل شفتك يا أصفنا جدا جدا وأقواله كلها فيها هذه الحكمة والعمق فأنت بالنسبة لك كلمته والجمل والحكم اللي هو بيعملها دي مهمة وبستخدمها وبتطبقها كمان عباس العقاد عباس العقاد أنا قرأت أول حاجات اللي عباس العقاد ولا عندي 14 سنة كان إيه العبقريات ولا حاجة تانية لا كان الله وبعدين الأستاذ العقاد يظهر من كتاباته حدة وعنف وفجئت أنه شاعر رومانسي جبار فهذا العملاق السياسي الثقافي هو أيضا شاعر رقيق الحس فالجمع بين الرقة والرومانسية مع القوة والمعرفة والعقاد ما كميرش عليه والعقاد خلص ربع ابتدائي ربع ابتدائي أيوة هذا العقاد العملاق تعلم اللغة الإنجليزية وترجم شكسبير وكتب في الفلسفة بنفسه بتعليم نفسه شخصية جبارة قوية أي ده ومشيطرة لما حبيبته حبيبته أهداته بلوفر صار تريكو لا مش صار حبيبته لا هو كان بيحب واحدة مصرية مبسلة كمان أيوة فقال لها ألم أنا المنك فكرة في كل شكتي إبرة في كل جرة خيط في كل شدة بقرة لسكتيه بيديك على هدنى زرايك فإذا احتواني فكأنني بين زرايك إيه يا عاملة شي حدداتي بيه اللي حبيبته كده ليك خق تحبه مين تاني طاع حسين طاع حسين طاع حسين أثر فيه لإني بدأت بعدم الإعجابي لإنه كان بينه بين العقاد حدية وأنا إعجابي بالعقاد خلاني اللي بيحبه حبه بس بعد شوية اكتشفت عبقريته في إيه إيه اللي خلاك تحبه كتاب الشقر الجاهلي طبعا في الشقر الجاهلي طاع حسين استخدم منطق الشك بتاع ديكارت ففوجئة بهجوم الأزهر وهجوم الإعلام والناس كفرته إزاي يشك قبل ما يؤمن وطاع حسين كان بالإضافة يعني إلى أنه لا يرى إلا أنه يقرأ كل شيء وبصيرة ونقل الثقافة الأوروبية إلى العالم العربي موسوعة ولما تقري الكتاب بتاعه العظيم مستقبل الثقافة في مصر اللي كاتبه سنة تسعة وتلاتين كانه بيقرأ نهاردة بيقرأ نهاردة وهو اللي قال الأمية ليست أمية القراءة والكتابة لكنها أمية القراءة والكتابة والفهم فمن يقرأ ويكتب ولا يفهم هو مطية لمن يفهم تشوف العظمة ياه ياه طب مين تاني؟ زكي نجد الموس خالد محمد خالد لأن خالد محمد خالد أثر فيها تأثير جبار منوى يعني كاتب اتجاهه إسلامي بحث صحيح بس اتفرجي بقى على خالد محمد خالد في منقشة الميساق لما وقف واجه جمال عبد الناصر حيث كان الجميع يهابونه ويقوله تدور السلطة والديمقراطية ده خالد محمد خالد ده اللحظة اللي انت حاسب فيها هناك مواجب بيه؟ هو كان بيجي المستشفى عندي كتير وطبعا فرق السن كبير طبعا بس أنا كنت بنتهزل الفرص بقى وقعد معاه ونتكلم معاه وفجئت أنه آخر كتاب كتبه بيقول أصدقائه كانوا مينه؟ ورقيته حاطتني في أصدقائه الله وكاتب فيها الدكتور حسام يرى في الناس أجمل ما فيهم ويرى في الأحداث أفضل ما فيها الله وده أحلى شيء وده أجمل حاجة تتصوري بقى أن أنا طول حياتي بحاول أرتفع لمستوى ظنه بيه ده انت بطبق كل حاجة طب أنا هافصل شوية عن الشخصيات